السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى اخوات في العالم. شرح سريع كده حبيت اشاركم مع حضراتكم. هنتكلم عن ميزة موجودة في تطبيق جود لوك. نقدر من خلال الميزة ديت نصغر او نقبر حجم الايكونات. وكمان نخفي الاسماء اللي موجودة تحت الايكونات. طيب قبل ما نبدأ شرح اليوم لو حضرتك اول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب. اكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد. واتمنى من كل اخواتي واصدقائي مشاركة الفيديو علشان المعلومة توصل للغير. وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة. اول حاجة حضرتك هتعملها زي ما حضرتك عارف هنفتح كده متجر جالاكسي استور وهنكتب في البحث التطبيق لتليفونات سامسونج. هنزل التطبيق ودي بتكون ايكونت التطبيق. هنفتح التطبيق. بالشكل ده التطبيق مقسوم لجزئين. حاجة اسمها وحاجة اسمها احنا هنكون في هننزل شوية كده هنلاقي حاجة اسمها هندخل على وبعد كده هنلاقي حاجة اسمها هندخل جواها وبعدين هنسحب تحت خالص هنلاقي حاجة اسمها هندخل جواها هنفعل الزرار ده من فوق وهنا بنلاقي الشريط ده. اما نقبر حجم الايقونات بالشكل ده او نصغر حجم الايقونات بالشكل ده. والاختيار اللي تحتيه لو حضرتك طفيته شلنا اسماء الايقونات. طيب خلينا كده نشوف انا كده شلت الاسم اللي كان موجود. ولو فرت كده شلت كل الاسماء اللي موجودة تحت الايقونات زي ما حضرتك شايف. وبكده يكون انتهى شرح اليوم. اتمنى ان انا اكون افدت حضرتك ولو بمعلومة. ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك. اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.